ما المرصود بالرقابة على النقد الأجنبي؟ الحلقة 390 من سلسلة الموسوعة السياسية التاريخية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتاعت لتتوصل بطول جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات رقابة على النقد الأجنبي استيلح يعني تدخل الدولة في حرية المعاملات التي تتم بالنقد الأجنبي وهو يختلف في شدته ومدى فقد يرتصر على رقابة بعض العمليات وقد يمتد ليشمل جميع المعاملات المتعلقة بالنقد الأجنبي وقد انتشأت الرقابة على النقد الأجنبي بعد أزمة سنة 1929 ميلادي ومات لها من خروج الدول على طاعدة الذهب ومنها مغراضها تثبيت سعر العملة الوطنية بالنسبة للنقد الأجنبي حتى لا يترتب على تدهورها وتقلبات سعرها حدوث عدس كبير في ميزان المدفوعات وحدوث تقلبات ضخمية وانتماشية في الارتصاد الوطني وتطبق الدول النامية الرقابة على النقد الأجنبي تجزل غنى عنه من سياسة التنمية الارتصادية لتوجيه النقد الأجنبي الذي يرد للبلاد نحو أحسن الاستخدامات اللازمة لتحرير التنمية وحتى لا يبدد هذا النرط في استخدامات استهلاتية ترفيهية تفيد فيها محصورة وتعاقل عملية التنمية التي تعود بالخير على الارتصاد والوطن في مجموعه ومن الإجراءات التي تطبقها الدولة على الصرف إلزام المصدرين بتسليم الدولة العملات الأجنبية التي يحصلون عليها من التصدير مطابل عملة وطنية والالتجال الدولة للحصول على العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد رقابة خروج رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للخارج الرقابة على دفع الديون للخارج تحديد أسعار متعددة ومختلفة للعملة الأجنبية بحسب نوى العمليات التي تستخدم هذه العملة في تمويلها وذلك بتصد تشجيع بعض العمليات مثل السياحة الأجنبية داخل البلد وعطلت بعض عمليات أخرى مثل استيراد السلع الاستهلاتية الترفيهية ومن المشاكل التي تواجهها الدول النامية أن الدول الرسمالية والأجهزة الارتصادية الدولية الخاضعة لهذه الدول تباشر على البلاد النامية ضغوطا لكي تلغي ما تطبره من إجراءات للرقابة على العملة الأجنبية والهدف من هذه الضغوطات هو تغير ارتصاد البلاد النامية للقوى الحرة للسوق العالمية ولحرية التعاملات النردية في الاستيراد والتصدير وهذه القوى لا شرط تجعل البلاد النامية تستمر في تخلفها وفي تباعيتها للارتصادية الرسمالية وتمنع هذه البلاد من تنمية ارتصادها على النحو الذي يحقق مصالحها الوطنية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارت على محمد وعلى آل إبراهيم منا تحميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم منا تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم منا تحميد مجيد